من اكتر اسألة وكنت بسألنا نفسي اثناء المباراة هو تشافي بصل البطولة دي ازاي؟ هل تشافي فعلا جاي ياخد البطولة دي؟ هل تشافي جاي بينفذ افكار فنية جوا الملعب؟ هل تشافي بيدي فرص للعيبة اثناء البطولة دي؟ احنا خلالين المباراة دي عايزين بالزبط لان انا حتى افكر هو تشافي الجد شايف فكرة فينم تورس مهاجم دي؟ فكرة نجحة؟ طب هو تشافي شافي ان منفلس دباي بوزن الحالي ينفع يلعب ميحة الشمال هل؟ قدم ترور الرجل الناحية التانية خطير جدا بيعدي واحد على واحد كتير جدا بس يحيبوا حاجة بس بس بسيطة شوية ما بيجيبش جواه ودي فعرف الهافات فكرة فشلة بس احنا طبعا في بارسلونة بنقدم كرة غيرا للكوكب ده بيقدمها خالص يعني المدرب بيعمل كل ده يبقى عادي جدا ولدنا يعمل اللي هو عايزه ما بقاش فاشل؟ او مش عارف هو بيعمل ايه؟ او مش عارف يعمل منظومة المحترمة؟ او مش عارف حرفيا هو بيتعامل ازاي؟ بيعمل ايه جهور الملعب؟ واله هو عايزه من البطولة؟ ولا ايه هدف بارسلونة من البطولة؟ عادي أولادنا ههم اللي هو عايز به طب نيكولاس جونزالس؟ نيكولاس جونزالس انا حتى الان مش فهم بجد والله ان الناس دي بالن شايفة ان بيدري ونيكولاس جونزالس وفرانك ديونج وجافي ينفعه بجد ياخد بطولات اوروبية. بجد والله انا ما احترامي لفرانك ديونج خبرات معاياكس والكلام ده. بس انا شايف ان الموضوع انك تاخد بطولات اوروبية فواء دوري ابطال او دوري اوروبي زي اللي احنا فيه ده. محتاج لعبة اعلى من كده بكتير. اه فرانك ديونج قدم اداء محترم لما كان دفندر الشوت الاول. بس بدي برضو قدم اداء محترم. بس الاداء المحترم ده ما يخليكش تاخد بدوله. يعني الاداء المحترم اللي تشوت. مفيش اي حاجة بتقول ان انت عندك شوية ايجابية على مرمى. ده مش خليك تاخد بطولة. ده زاد انك بتلعب بلعب زي سالجينيو ديسك وقدامه نيكولاس جونزالس. ومفروض انه قدامه ادامة راوري. يعني ادامة اللي مطلوب منه انه هو يشيل الناحية اليمين كلها لان نيكولاس جونزالس يعني متعاود انه هو بيشيل مع بوسكتز الهم بتاع المطشاط اخر ونص ساعة دايما وبالعبش اساسي. او اي حاجة بس احنا ديبنا الدولة اساسي النهاردة. ليه? احنا باللعب جلت يا سراي. طب ما احنا برشلونا? لا احنا في فرقة يا اسماعي كبير. لا ما احنا برشلونا نازلين الفرقة دي من دار الابطال اوروبا وخرجين من دار الابطال عشان ما عارف ناس نصعد. يعني احنا مش جلد نطط على حد ساعاتك. احنا في مستوى سايق ومفروض ان احنا عايزين نجيب ثقة. احنا ما احنا هكسب بالتشكيلة دي. تشكيلة تيري تكسب بيها. انت نازل تلعب تيكي تاكا قدام فرقة قفل لك الملعب كله وقفل المساحات. وفرقة عارفة طوف جواه الملعب صح. سوف احنا في قولي كان بيرخم على العيبة برشلونا وفي استلامه القرى في نص الملعب. كان بيرخم على كان بيرخم على العيب زي بدري. علشان خاطر ما يعرفوش ان هم يبنوا هجمة صحة. في حين ان اللعبة دي ما كانتش عارفة تبص على مين. كل ما يبص على مين في ازدوايا لقوه بيستخبف المدافعين. يبص على ملوش المزاج ان هو يلعب. يبص على ادامة تدوري. ادامة يحطه كرة تحت رجل ويوديها شمال ويمين ويمين وشمال. وبعد كده يرجحها مطرح مجد. لما قلنا ماتش بن فيكا ان العيب برشلونا بالهيكلة الحالية اخرهم ان هم يروحوا يتغلبوا قدام برشلونا. اجماعة القصة مش قصة برشلونا ولا قصة ان احنا بنعد تجربة اه جورديولا مع تشافي. القصة قصة ان احنا ما عندناش ميسي ولا عندنا اميستا ولا عندنا تشافي. اه التضخيم المبلغ فيه في اللعيبة الشباب. بيديهم وبيدي للناس ان احنا عندنا مواهب صعدة والكلام ده. بس الكلام ده جوه الملعب بيبلك ان هو مش حقيقي قوي. وان الكلام اللي بتقال على فيسبوك اكتر بكتير جدا من امكانات اللعيبة دي. والكلام بتقال على امكانات تشافي نفسه التدريبية اكبر بكتير اقوى من امكاناته التدريبية الحقيقة اللي موجودة. لان انت لو فكرت بس مخصوص فلت جلتة سراي انت كنت خطير امتك هو الملعب هتلاقي انك كنت خطير لما لعبت عرضيات. طيب ما بدأتش ليه بمهاجم صندوق حقيقي زي اوباميانج او حتى لوك دي هونج. ولا انت بس لوك دي هونج اديله خمس دقايق في اخر المتشاط. لو جاب جوني بتغييرك عالمية لما جاب شبوني يبقى لعيف عشان. وبعدين ما علش? اده ما تدوري اول ما بدأ يلعب عرضيات. وبدأ يسخل ناحية اليمين. رفت مغياره وبيبته عصمان دنبيلي. اللي ما بيعرفش يلعب يمين. حطته يمين. يلعب عرضيات للوك دي هونج. وبعدين حتى قالك انه اوباميانجي بيعرف يلعب كتغييرك. اوباميانجي لو ما بدأتش به كاساسي ما ينفعش انك تدل تغييره اساسا. هو اوبا كده. تركيب الدماغ اوبا بيانجي كده. تركيب الدماغ اوبا بيانجي اخد ثلاث سنين كده. بيقول لك ان هو لعيد ما ينفعش ان انت تحطه تغييره. لا انت منزل استرايكرا وبعد عشر دايق اوبا. لح لحبش معي. بتعمل ايه بجد الله? بتعمل ايه? انت عايز ايه? انت عايز ااخد البطولة دي بجد? انت عايز تثبت للناس ان انا بكسب بايا حد. انت مش عامل منظومة قوية اول درجة ان هي اللعيبة الموجودة زي اللعيبة اللي مش موجودة. يعني مسلا جابي غايب. هعوض غياب غياب جابي بلعيب. في مسلا داني الفش غايب. هعوض غياب داني الفش بلعيب. وكلهم قوة المنظومة هيكونوا اقوية. لان القوة بتاع اللعيبة الفردية بتيجي من قوة المنظومة. لا يا باشا ساعدتك بقى ببرشلونة القوة بتيجي من قوة اللعيبة الفردية لان انت مش عارف تمام منظومة. مش عارف تمام منظومة جماعية. مش عارف تبني فرقة محترمة. فرديات اللعيبة هي اللي تغيي على الفريق. فلما اللعيبة بيكونوا غايبين انت بتكشف وانت بتباني ان انت ما عندكش منظومة محترمة. انت بتخيلت بكيه ليه? غيرت بكيه ما جان اروخه ليه? هل مستوى محمد كان مشاكل خطورة كبيرة جدا على اروخه? فانت بتنزله بكيه? وليه اروخه مش ايه الجرسية? انت جابت اتعلم. صح? انت جابت اتعلم. وجابت حق. بس الناس مش هايستقبل حقيقة ان انت بتحق. الناس هايستقبل حقيقة ان تشافي ولا راجع برشول. وانا ليه? قس كانت فيه تجربة زي تجربة جورديولا ولا بورتو والزهبي. هجماعة مع معيناش ميسي. مفيش هنا ميسي. ولا فيه تشافي واني يستحقين. مفيش الكلام ده. مفيش حد يبني منزومه. هو جوردولا ليه نجح? وبعده الناس اللي جموا وقالوا ان هي نفس تجربة جوردولا فشلت. لان جوردولا بيعمل منزومة. منزومة. منزومة لعب. هل تشافي بيعلم منزومة لعب? تشافي داخل المباراة بيلعب تيكي تاكا. ناها المباراة بيلعب عرضيات بس. المباراة هي اللي خليتها تجري وراها. دومونك فونتا حطيت لك الفرقة الصحة جوه الملعب. كان بيرخم عليك كويس قوي جوه الملعب. نازل اللعب مباراة على قد امكانياته. هيروح هناك في تركيا هتلاقي فيه جمهور وهتلاقي فيه ضغط. واللعب الصغار اللي انت بتتكلم عليه من ان هم مستقبل ووسطين هتلاقيهم تحت الضغط باسم انه ان شاء الله كل واحد فيهم ته وكل واحد فيهم ضاع وهتلاقي الموتش يبين فيك بيتكرر قدام عينك. المضارب منك عزيزي المشجع مشجع برشول انك تتكبل حقيقة ان احنا بنقول له فترة صعبة. فترة صعبة بكل ما عنيها. والازمة ان احنا عايزين نحاس نفسينا في كل مباراة بنكسبها ان خلاص. هنرجع تاني لنبقى عزيزي الكرة وكلام ده. لا اسم مش دي كلام ده مش حقيقة. محتاجين فترة ومحتاجين وقت كبير جدا. محتاجين وقت ومحتاجين حد محترم يبني منظومة. محتاجين نصبر على الشافي لحد ما يتعلم ويبنينا منظومة. غير كده احنا قد نشتغل نفسنا. هتقول لي ما اتوشين نابو لي وكسبنا نابو الاربعة. اقول لك نابو لي فرقة مزاجية وفرقة بتمر بمطشاط. بتكون في الطب او بتكسبها باداء جميل جدا ومطشاط تاني الفرقة مباجيش. تتكلم على فرقة لو هعطت نفسك ان هي كانت المكياس لك في الملعب فالموضوع بنسبالك هيكون صعب. فتقبل الموسم بكل اللي فيه وكل اللي عليه. وشكله وميان كان بيشتغلنا. وقوبة بتاع ارسنال رجع لنا اجدعها. ربنا نستر الله. لان الوضع برشنة بدأ يرجع مش مبشر تاني. بس اللي الله هنلاقي حملات اعلامية وبرشنة قدم والحظ والتاكو. هناك هناك يا رينا كان نجمل مبارا. يعني الولد طلع قرتين حلوين. واحدة منهم من منفس دباي ملاحدش بعيد. والتاني برضو كان منفس دباي بس دي كانت حلوة اولي. اما الكرة بتاع العرض دي فاية كانت حظ الامان يعني. وبردو كان فيه كرة خطيرة الناحية التانية من ناحية كانت الموضوع ممكن ينتهي منها لان لو جلت اصلاي سجل جنب المنزر بتاعهم من الدفاع ده كان صعبة جدا ان برشنة يرجع في المباراة. فانا شايف ان المباراة عادل ما ظلم ش حد. ظلم جلت اصلاي اللي هو يفصحه جوه الملعب ولا ظلم برشنة اللي ما كانش ريك اي اناب جوه الملعب. لو اعجب بباقي فيديو بعد كل الكلام اللي انت شايف ان هو محبط بالنسبة لك كبرشلوني اعمل لايك. ما عجبكش الفيديو فوالله الحياة مش دايما بتاعجي بالنسبة بس الناس عايزة يسمع لا يسمعوا مهما كان الكلام كله كده بس يسمعوا اي امل حتى لو امل ده كان كذاب. بس انا مش جايد ديك امل كذابة لان احنا بقى لنا كتير او ببرسينا عايشين على الامل الكذابة ومش يسمعش منها اي حاجة.